القراءة طبعا راح تكون للبرج الشمسي والقمر والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الاسد ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة للك او طاقتها تنطلق عليك خلينا نشوف شو هي خطوتك بالمستقبل عم شوفك عم تركز رح تركز على الامور الايجابية يعني في عندك بالمستقبل نضرة الى الامور ولكن من ناحية ايجابية يعني بدك تنظر على الجمال الاشياء على الاشياء جميل بالشيء وتركز عليه ايضا عم شوف من ناحية او من ناحية التواصل في عندك رح يصير مع شخص تواصل اه كتير منيح شخص رح تتفاهم معه بجوز هو نفس الشخص اه هيدا يصير فيه بينكم للمنفصلين الرجوع وللي اه للي بينكم الوضع مش كتير منيح حاليا عم شوف من ناحية التواصل يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون افضل ولكن عندك هالفارس فارس الكوينز او فارس النقود حركته بطيئة شوي فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس اه الخطوات اكتر يعني قبل ما تتخذ اي قرار عم شوفك عم تدرس الامور اه اكتر ايضا انت بالمستقبل مركز على اه رح تركز على الجانب العاطفي عم شوف انه انت ناينوف كوبس انت بتفكيرك عم تطمح الى كيف توصل الى الرضا النفسي او الى الرضا الداتي مع هالشخص وبعلاقتك مع هالشخص فبشوف من جهة برج الاسد البعض منكم فعلا بدو يحط مجهود بها العلاقة ايضا الابراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما انسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيبة المستقلية الابراج اللي ممكن انت عم تتعامل معها ممكن تكون ابراج اه نارية ولكن بتوقع اغلبية الطاقة النارية بالقراءة هي طاقتك ممكن بعم تكون عم تتعامل مع ابراج ترابية مش عم اشوف كتير اه ابراج مائية ولكن في الغالبية ترابية وايضا هوائية ممكن يكون اه مائي هالشخص ولكن مش كتير مبين عندي مائي ممكن يكون اي برج طبعا هاي فقط احتمالات بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة او خطوته في المستقبل عم شوف انه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص عم يحاول يتقرب اه الى الله اكتر او عم يحاول يعني اه يرتقي او يعلى بروحانياته لانه هو بده عم شوف بده ايضا يصلح الامور معك من الناحية العاطفية بده يكسبك كصديق هالشخص قبل اه قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم عم شوفه منعزل واذا انت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوف هو عم يعطب من بعيد علاقتك او عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الاشخاص الجديدة بحياتك شخص عم شوفه حاليا منعزل منطوي على حاله عم عم يبحث عن عن اجوبة بالمجال الروحاني او عم يحاول انه يفهم اخر العلاقة بينكم شو هي لانه مبين انه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فياضة في اوراق مائية هون كتير فمن ناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لالك او كتير بيكن مشاعر اه لالك الى انه عنده فهالشخص من ناحية العقلية مشوش لسه لسه مشوش لسه في عنده مخاوث اه داخلية ايضا عم يحس انه هو بصراع عم يحس انه في منافسة بينه وبين الاشخاص اللي حواليك او في منافسة بينه وبينك تجاه اه اشيوعيا عم يحس انه العلاقة بينكم اه فيها كتير من مش التناقض ولكن فيها كتير من من التحدي وهو عم يحس انه دائما اه لازم يظهر بصورة قوية تجاهك هالشخص ولكن عم شوف انه عنده هاي امرأة بتوتع بحنان عاطفي كتير كبير يعني هالشخص رح يكون متعاطف اه كتير بالعلاقة بينكم تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك انت شخصيا ومشوف انه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة وايضا فقط هو في عنده شوي تشوي شوي شوي مخاوف بارانويا بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل فانت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم او كيف تصلحوا الوضع بينكم عم شوف انه انت عندك النية وهو ايضا عنده النية انه فيكن اه تصليح للامور والوضع بينكم ايضا عندك تمبرانس كارد ايضا ترمز الى الشفاء يعني الكرتين هدول بيحملوا نفس المساج او نفس الرسالة فانت وهو بدكم توصلوا الى نقطة وسط او نقطة عدل او او نقطة تحلوا فيها الامور بينكم من الناحية العاطفية لانه في عندكم يعني في عندكم بالعاطفة برج الاسد بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص ممكن تكون يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد او شخص اخر ولكن عمشوف للبعض منكم برج الاسد اللي منفصلين او اللي مش عم يحكو مع الحبيب يعني في عندك بدايات جديدة ايضا طيب ممكن انت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزة هالكرت بيتبع برج الجوزة ممكن عم ايضا عم تتعامل مع برج الثور انه هالكرت عم يتبع برج الثور ايضا جميع الكوت التوضيحية بالدك هاد جميعها ميجر ارقانا او من الكوت الكبيرة يعني فيه تغيرات اه كبيرة رح تصير بينك وبين هالشخص هلا نصوي بريك داون لكل كرت انتم هو رح تنحطه بمطرح اه في كل اختيار او رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او تختاروا انه ترجعوا لبعض او لا او تختاروا انه تصلحوا العلاقة مع بعض او لا يختلف الوضع من شخص الى اخر ايضا تتعيد قاعد يعني فيه عندكم تقدم رح يكون سريع بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك انت مع بعض الحركة بينكم التقدم بينكم رح يكون كتير سريع لانه هالورقة تحكي عن التقدم الى الامام وايضا رح يكون تقدم كتير سريع بالنسبة لهالكارت اخر كارت فيه اه عمشوف انه انت هو عم تفكره بالتزام جدي او ارتباط جدي لانه هالكارت كارت الزواج ولكن مش ممكن يعني بالضرورة انه يعني زواج ولكن يعني شيء اه جدي يعني اذا انت وهو بعلاقة كاجول او علاقة عادية ممكن تتطور العلاقة الى انه يكون فيها اه ارتباط او ارتزام جدي ايضا البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تتطور الوضع الى خطوبة او من خطوبة الى زواج اه الفكرة بها الكارت انه الامور يعني رح اه تطلع ستيب اعلى او رح تطلع خطوة اعلى فهاي تعقدكم المشتركة مع بعض كتير اه كتير منيحة عمشوف في عندك بدايات بالحب بالعاطفة جديدة عمشوف البعض منكم اللي مش عم يحكي اه مع الحبيب في عندكم فرصة بدك انت تشوف اذا اه رح تستغلها انتو هالشخص ولكن في عندك فرصة ايس اوف كوبس في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني اه صفحة جديدة ايضا التاقة بينكم رح تكون كتير سريعة ففي اه فرصة لبرج الاسد كتير عالية ببدايات حب اه جديدة وايضا تواصل تواصل كتير سريع وكتير وكتير منيح اوكي احباي برج الاسد اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيتي الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شير وسبسكايم ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا ايجابكم ان شكرا صفحةلكها